خلاص حسم الأمر وعرفنا مين يواجه النادي الآلي في نهاء دوري أبطال أفريقيا اليوم عكس كثير من التوقعات عكس كثير من التوقعات صعد الودادة المغربي عن كل استحقاق وجدارة لنهاء دوري أبطال أفريقيا ليواجه النادي الآلي في مباراتية الزهاب والعودة 4 يونيو في القاهرة 11 يونيو في المغرب على ملعب محمد السادس نهاردة الوداد على ملعب سانداونز في جنوب أفريقيا بعد التعادل السلبي في المغرب زهابر في نصف النهائي اليوم في مباراة الإياب قدر ينهي المباراة 2-2 سانداونز تقدم أولا في دقيقة 50 عن طريق زواني وفي دقيقة 72 تعادل أيوب العملود للوداد وفي دقيقة 79 أضاف بيتر شلويلي الهدف الثاني لسانداونز ولكن متوبي سجل هدف التعادل للوداد هدف عكسي من لعب سانداونز في دقيقة 23-20 دقيقة نارية نارية الوداد النهاردة عمل مباراة رائعة جدا دفاعيا حتى لو في بعض الأخطاء ولكن قدر يحجم سانداونز الرهيب بصراحة بيلعب كرة حيلوة قوي الوداد النهاردة عمل مباراة كبيرة على مستوى الكرات العرضية سواء المتحركة أو السبت وهي نقطة وسلاح الوداد القوى جدا هنتكلم كتير في الأيام اللي جاية عن الوداد ونقاط القوى ونقاط الضعف فيه قبل مواجهة النادي الأهلي